عبد العزيز عقية أحد مقدمين برنامج الدربي الكويتي في تصريح صحفي قائلا أين وصل بنا الحال؟ نادي ترتيبه متذيل في الدوري العراقي يفوز على أفضل نادي في الكويت بهدف نظيف وبين أرضه وجماهيره هذه جريمة في حق كرة القدم الكويتية يرجى إعادة النظر في دورينا من قبل الاتحاد الكويتي لكرة القدم لإيقاف مثل هكذا مهزلة الدوري الكويتي سوف يكون دائما على خطر بسبب هذه النتائج سعد عطية في تصريح صحفي لبرنامج أستوديو الجماهير قائلا إلى بعض اللاعبين المغتربين أما أن توافق على تمثيل المنتخب العراقي أو ترفض المنتخب العراقي تاج فوق رأس كل لاعب مغترب لديك الرغبة في تمثيل المنتخب العراقي أهلا وسهلا أما غير ذلك لا نتشرف بوجودك في المنتخب العراقي لدينا لاعبين محبين لوطنهم العراق أما المغتربين دائما ما نشاهد كلامهم مزاجي في بعض الأحيان يوافق على تمثيل المنتخب العراقي وأحيان أخرى يرفض تمثيل المنتخب العراقي حسب المزاج هكذا لاعبين لا نتشرف بهم إطلاقا وجريمة في حق كرة القدم يلبسون قميص المنتخب العراقي والد اللاعب أمير العماري في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا ضغط المواقع والبرامج الرياضية قد يولد الضغط النفسي على اللاعب منتظر ماجد وعائلته أترك اللاعب منتظر وشأنه وهو سيتخذ القرار الذي يحدد مصيره ومستقبله مسألة تمثيل المنتخب العراقي أو عدمها هذا القرار يعود إليه إذا مثل العراق أهلا وسهلا وإذا لم يمثل العراق أهلا وسهلا الصحافة الإنكليزية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي كان مضمونه لقد شاهدنا تأثير الجماهير العراقية في أي نادي يتواجد فيه علي لحمادي نجد العراقيين خلفه مدرب حراس مرمى نادي أربيل عماد هاشم في تصريح صحفي لموقع العراق قائلا العراق يعاني من أزمة في حراسة المرمى والمشكلة لا تتعلق نهائيا بمدربين حراسة المرمى العراقي حراس المرمى في الأنبية لا يتم تأهيلهم بشكل مثالي خصوصا على مستوى الفئات العمرية لذلك نشاهد أغلب الحراس يعانون من نقاط ضعف واضحة العمل الحالي لمدرب حراس المرمى غير مجدي وعديم الفائدة هو لا يصل لمستوى تطوير الحارس بل يقتصر على تصحيح النقاط الضعف التي يعاني منها الحارس فقط الحل يكمن في إمكانية التعاقد مع مدربين من النخبة للعمل مع الفئات العمرية مقابل رواتب مجزية من أجل صناعة أجيال واعدة من حراس المرمى لاعب منتخب العراق السابق أمجد كلف هدف مهند علي على منتخب فيتنام إعادة إلى الواجهة من جديد خصوصا بعد غيابه لفترات طويلة بسبب الإصابات المتكررة مهند علي سيكون المهاجم الأول في العراق وأفضل من زميليه أيمن حسين وعلي الأحمادي فيما لو استعاد مستواه الطبيعي أليكسندر أرها يشكر رئيس اتحاد القرة عبنان درجال ويعيده ببذل أقصى الجهود للعودة قبل الاستحقاق الأسيوي والد اللاعب منتظر الماجد في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا ابني لم يرفض تمثيل منتخب العراق وما حدث هو سوء فهم وسيتم تجاوزه في الأيام المقبلة لا نعرف من كان وراء هذه المشكلة التي تسببت بمشكلة كبيرة مع منتظر الماجد على الرغم من أن الشخص المتسبب في هذه المشكلة كان يدعي أنه أحد أعضاء لجمة المغتربين وكان متواصل مع منتظر ماجد في كثير من الأوقات وفي النهاية تسبب في مشكلة كانت قد تؤدي إلى اتخاذ منتظر ماجد قرار صعب وقطعي لكن سوف تتغير الأمور في الأيام القليلة المقبلة أكدت مصادر خاصة لموقع المستديرة الرياضية إن المدعو زيد يوسف الذي ينتسب إلى لجمة المغتربين على حسب قوله هو إعلامي هدفه التأثير على اللاعبين المغتربين في تمثيل المنتخب العراقي والتشويش على عمل لجمة المغتربين المتمثلة في أحمد الفلوجي ورفاقه أما هذا الإعلامي الذي يدعو أنه أحد أعضاء لجمة المغتربين هو من المرتشين الذين يعملون لأحد أعضاء الاتحاد العراقي وأكدت المصادر أن هذه الأمور كانت مترتبة من النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي وهو يونس محمود المتورط في مسألة اللاعب منتظر الماجد وسبب رفضه لتمثل المنتخب العراقي بعدما اتضح أن الإعلامي المدعو زيد هو يأخذ الأوامر من يونس محمود ولديه إسناد كبير من داخل الاتحاد العراقي وخارج الاتحاد أكد لاعب المنتخب العراقي والمحترف في صفوف ويمبلدون الإنكليزي علي الحمادي أن اللاعب على ملعب البصرة الدولي أفضل مئة مرة من اللاعب في ملعب ستامفورد بريج ونجح الحمادي في تسجيل هدفه الرسمي الأول مع المنتخب العراقي في مباراة العراق وإندونيسيا على ملعب البصرة الدولي في التصفيات الأسيوية المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا في 16 نوفمبر 22 الجار وقال علي الحمادي في تصريحات نشرتها صحيفة ذي أو تلتيت إن هناك ما يقارب أربعون مليون شخص يريدون الفوز بمباراة كرة قدم وهذا أمر لا يعيشه الكثير من الناس عندما كنت لعب في ملعب البصرة الدولي في مباراة اندونيسيا كان هناك 65 ألف ألف متفرج وأضاف لقد لعبت في ستامفورد بريج الأجواء كانت جيدة لكن في البصرة كانت أفضل مئة مرة بسبب الطاقة والحضور الجماهيري الكثيف من الصعب وصف ذلك وتابع قائلا أخبرني الناس عن الأجواء في البصرة قبل أن أذهب للعب هناك لكنني لم أصدق ذلك تقريبا حين تلعب هناك للمرة الأولى يصبح الأمر حقيقيا لقد كانت الأجواء أكثر جنونا مما تتوقع أن تسجل هناك أيضا إنها اللحظة الأكثر جنونا في حياتي ويقدم علي الأحمادي موسما مميزا على صعيد الدوري الإنكليزي الدرجة الثانية إذ ساهم في 13 هدفا في 17 مباراة لعبها مع فريقه هذا الموسم ألف مبروك لنادي الكهرباء العراقي التأهل للدور القادم بعد تغلبه بهدف دون ربض على نادي الكويت الكويتي خارج الديار مبارك للنادي والكادر التدريبي وإلى المتألق لأي صلاح الذي عودنا على هكذا النتائج بسام رؤوف في تصريح صحفي لقناة الرابعة في الرياضية نادي الكهرباء حقق ما لا يستطيع نادي القوة الجوية ونادي الزوراء في تحقيقه على الرغم من أن ميزانية النادي أقل بالكثير من ميزانيات نادي القوة الجوية والزوراء رسالة موجهة إلى المحلل والإعلامي الكويتي الذي دائما يطعن بالكرة العراقية اليوم فعلوها أولاد الرافدين وسحقوك في عقر دارك في إردك وبين جماهيرك الآن عليك أن تعترف بعظمة العراق لا الكويت ولا أي دولة عربية آخر تسخر من العراق عليها أن تشاهد الرد من العراق الكثير حاول السخرية والاستهزاء ولكن الرد كان مفاجئ من أبناء الرافدين الإعلامي القطري خالد جاسم يبارك إلى نادي الكهرباء العراق بعد تصدره المجموعة والتأهل إلى دوري الثمن من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي